اشتركوا في القناة ودرسنا اليوم هي قصة جميلة ورائعة عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سوف نتحدث عنه إن شاء الله هل أنتم جاهزون لسماع هذه القصة؟ أحسنتم اعتادت مريم الجلوس مع والدتها للحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم سأحدثك اليوم عن أول من أسلم من الصبياني مريم من هو يا أمي؟ الأم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه مريم أليس هو ابن عم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأم بلى يا مريم فقد نشأ علي رضي الله عنه في بيت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاعتنى به ورباه فاكتسب منه الأخلاق الحسنة ثم زوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها ورزقه الله منها الحسن والحسين وزينب وأمة كلثوم رضي الله عنهم جميعا إذن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان وكان هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت القرابة أنه ابن عم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان وكان ابن عم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا علي بن أبي طالب نشأ في بيت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أي نشأ أي كان صغيرا وكان رسول الله عنه يعتني به ويربيه فاكتسب منه الأخلاق الحسنة أي اكتسب من رسولنا الأخلاق فكان صادقا مثل الرسول وكان أمينا مثل الرسول وكان يتحدث الحديث مثل رسول صلى الله عليه وسلم فاكتسب الأخلاق الحسنة وعندما كبر علي بن أبي طالب وأصبح شابا قويا وصاحب دين وخلق زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم أربع بنات كما قلنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه فاطمة رضي الله عنها فتزوج علي بن أبي طالب من فاطمة ورزقهم الله تعالى منهم الحسن والحسين وقد أنجبت ولدان وبنتان الحسن والحسين وزينب وأمة كلثوم رضي الله عنهم جميعا والآن سوف نقوم بحل صفحة 53 أولا أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة واحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال الصبيان أهل المدينة من يا طلاب الأعزاء من أحسنتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أول من أسلم من الصبيان ثانيا تزوج علي بن أبي طالب ابنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة من تزوج علي بن أبي طالب ما اسم ابنة الرسول السلام التي تزوجها علي بن أبي طالب هل هي رقية رضي الله عنها أم زينب رضي الله عنها أم فاطمة رضي الله عنها من أحسنتم إنها فاطمة رضي الله عنها ثلاث رسول لنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ما هي صلة القرابة هل هما ابن عم أم ابن خال أم ابن خالة من أحسنتم إنهما ابن عم إذن يا أعزاء الطلبة اجمل ما يميز قصة سيدنا علي بن أبي طالب أنه أول من أسلم من الصبيان كان فتى صغيرا ولكنه أسلم وشرح الله تعالى صدره للإسلام وأيضا أنه كان ابن عم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد نشأ في بيت النبوة واكتسب الأخلاق الحميدة فعندما أصبح شابا تزوج من ابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله عنها ورزقهم الله ابنتان وولدان فكان أسماؤهم الحسن والحسين وزينب وأم كل ورزق الله تعالى أن يرزقنا أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في الجنة وأن يجمعنا مع الأنبياء والصحابة إن شاء الله ونراكم في درس جديد اشتركوا في القناة